مجددا أعلنت إسرائيل عن منعها إدخال مواد البناء ومتعلقاتها إلى قطاع غزة وعرقلت حرقة دخول الشاحنات التجارية عبر معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد بغزة بحجة استمرار إطلاق البالونات الحارقة من القطاع تجاه المستوطنات المحاذية لغزة وإغلاق المعابر هذا يعني الحكم على سكان قطاع غزة بالموت البطيء لأن هذه المعابر هي الشريان الوحيد الذي يمد السكان المدنيين والأطفال والمرضى بالدواء والطعام وبكل مستلزمات الحياة والمواد الأساسية التي تدخل يوما بيوم ولا يوجد في غطاء غزة أي مقومات في ظل حصار أكثر من 15 عاما للصمود لأي فترة زمنية وإن كانت قصيرة ولذلك العدو يتحمل كامل المسؤولية على إغلاق هذه المعابر إجراءات تشديد الحصار الإسرائيلي رأت فيه الفصائل أنه محاولة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني مؤكدة أنها لن تسمح باستمراره وأن ما يقوم به الشباب الفلسطيني الثائر يأتي ضمن النضال الشعبي الرافض لاستمرار الحصار ومماطلة إسرائيل في تنفيذ بنود تفاهمات التهدئة البالونات هي وسيلة مقاومة يستخدمها الشعب الفلسطيني للضغط على الاحتلال في مواجهة سياسات الحصار والتضييق الاحتلال حاول أن يتلكأ وأن يماطل وأن يسوف خلال الفترة الماضية في تنفيذ إجراءات كسر الحصار التي جرت تفاهم بشأنها أمام هذا كله كانت هناك حالة غضب كبيرة جدا بين أبناء الشعب الفلسطيني هذه الحالة عبر عنها الشباب الفلسطيني من خلال إطلاق هذه البالونات إطلاق البالونات الحارقة وما يقابله من رد إسرائيلي بقصفه لمواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية رأى فيه مراقبون أن الأمور قد تتدحرج إلى موجة التصعيد رغم أن كافة الأطراف غير معنية به لكن استمرار الحصار الإسرائيلي قد يفجر الأوضاع في أي لحظة ما لم يتدخل الوسطى حتى الآن الطرفان يعني كل يستخدم مناورات وتكتيك سواء البالونات الحارقة للضغط على إسرائيل للالتزام بما وعدت به الرعاة في تسهيل الحصار على قطاع غزة أو من خلال إسرائيل الضغط أيضا على حركة حماس وعلى المقاومة في قطاع غزة بعدم الاستجابة لهذه التسهيلات إذا في لحظة ما حدث حدث معين أو تطورت الأوضاع قد تندلع الأوضاع إلى ما هو أكثر من ذلك لتصعيد محدود أو لتصعيد كامل ويشهد قطاع غزة حالة من التوتر بعد استئناف إطلاق البالونات الحارقة مجددا ردا على عدم تنفيذ إسرائيل لبنود تفاهمات التهدئة وعدم رفع الحصار الذي تفرض منذ أكثر من 14 عاما تضغط إسرائيل على الفلسطينيين بتشديد حصارها لتحقيق مكاسب سياسية دون دفعها أي ثمن عبر مماطلتها في تنفيذ تفاهمات التهدئة فيما تؤكد الفصائل الفلسطينية مواصلة نضالها حتى رفع الحصار الإسرائيلي بالكامل عن غزة فيما تبقى خيارات التصعيد مفتوحة بين الجانبين عامر الفراء اليوم قطاع غزة